موسيقى متزبطش معايا البسبوسة ليه اول حاجة البسبوسة اهي انا ما بقلبهاش كتير جدا ليه عشان السميد في مادة الجلوتين لو قعدت اقلبها كتير جدا هيشرب لي كل السائل اللي عندي انا مش عايزة السائل بتاعي يتشرب انا وانس اني هعمل لها كده شوية وخلاص يعني هي دقيقة وانس اني خلطتها البسبوسة بتاعتي تعتبر جهزة عندنا حلين اتنين لو ما بتزبطش معانا البسبوسة وما بنعرفش نزبط المقياس بتاع الحرارة بتاعها والفرن بتاعنا بيبوزهلنا حتى لو زبطنا المقياس بتاع الحرارة او درجة الحرارة يبقى هعمل ايه هاخد البسبوسة بتاعتي بالشكل ده عشان تزبط معاك البسبوسة ما نقلبهاش كتير ده اول حاجة تاني حاجة لازم 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 نخليها نص ساعة في التلاجة مش الفريزر في التلاجة نغطيها ونخليها في التلاجة نص ساعة عشان السائل بتاعها هيتشرب منه فيه لوحده خالص فأنا مش هتبقى معايا نشفة لو قعدتوا تقلبوها كتير جدا انتوا بوزتوا الدنيا خالص معندوكوش نهائيا المساحة أو مش هنخلي لنفسنا المساحة انها نقول ممكن كده وممكن كده انتوا وانس انكم قلبتوها كتير السميت شرب منكم كل المكونات بتاعتكم فبقت معاكم نشفة اوتوماتيك مش محتاجة تفكير خالص طيب بعد البسبوسة بتاعتي ما بسيبها نص ساعة في التلاجة 30 دقيقة في التلاجة هعمل ايه هاخدها هكون مشغالة الفرن على درجة حرارة 180 بعد المية وتمانين هدخلها يكون الفرن سخن بعشر دقايق هدخلها الفرن ما افتحش عليها ارجوكم ما تحاولوش تفتحوا عليها خالص سيبوها في الفرن تاخد مدتها وتاخد راحتها في السوى 30 دقيقة هتبقى معاكم البسبوسة بتاعتكم حلوة جدا